السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نزول الفيديو رقم 5 الذي يهدر على الاغوتاج ستاتيك هذا الفيديو سوف نهدر على الاغوت ستاتيك بقضيفه انظروا معي هذا الشيما هنا لدي روتر R1 و R2 بالنسبة ل R1 يجب أن نقوم بها الاغوتاج ستاتيك سوف نقوم بها سواء داغوت ستاتيك كونكتي أو داغوت ستاتيك كونكتي أو داغوت ستاتيك بالنسبة للغاية مختلفة في الريزول الكبير في الاغوتاج ستاتيك سوف نقوم بها على الروتر R2 يعني الروتر R2 سوف نعطي لغاية الريزول الذي كان في الارغانسي التي توجد فيها هذه الشبكة هنا سوف نطرح احد الإشكال وأنه إذا أردت الناس تكون نحتاج الريزول على الانترنت سوف نقوم بإنترنت قوم بإيفراتيك هانا هذا العمل لأن هناك ملايين الشبكات في الانترنت وبالتالي غير مقبول أنني سأقوم بعمل IP راوت لكل شبكة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هو أن البرفورمانس في الروتر ستضعف أي أنه ستضعف في ملايين الذي ستضع في ملايين وبالتالي سيقوم بعمل شرش على واحد سيطلب منه واحد الوقت وبالتالي البرفورمانس سيكونوا جيدين و شيء أخرى هو أنه إلى شيء واحد يبدل الشبكة مثلا أو لو وجدت أمر في ملايين سيجب أن نقوم بعمل الدياغنس هنا نفكر أنهم يقوم بعمل ما اسمه روت ستاتيك بفورمانس روت ستاتيك بفورمانس هي واحدة الروت التي ستقول فيها للروتر إذا لم تجدت روت ستاتيك عادية سواء تكون ملايين ريكورسيف ريزو ما ستقوم بعمل أنك ستفقد المساج على استخدام روت ستاتيك كما نسميها روت ستاتيك مثلا ما في حالة روته روط سيشرح من الوقت على unc Bush ثم روت مبلغ نفس نانش روت ستدع معروت الروت يnaj ook روت Cadets هذا روت IPRoute 4 أصفار 4 أصفار serial 0.0.0 نضغط الابارتي بقاتيك لكي نفهمه جيدا نفترض أننا لدينا هذه الشبكة في هذه الشبكة نبدأ نضغط الروتر R1 نضغط الانترفاس gigabit 0.0 نضغط الادرس 992.168.1 لماسك 24 نشعل الانترفاس نضغط الPC 0 نضغط الادرس 122.192.168.1 or can count 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 ونضع No Shutdown ونضع الانترفاس نذهب الروتر FI ونضع الانترفاس 0.0.0 ونضع الادرس 1.1.1.1.0 ونضع الانترفاس بالنسبة للروتر R1 لا يوجد مشكل هنا في لغوطات Static ونستطيع أن تظهر IP Rout يمكن أن تظهر الريزاو لديه هنا جوش الريزاو الريزاو 1.0 والريزاو 0 بحل الريزاو الليلة الليلة إلا صفتنا ميساج من PC0 للروتر أرجوج الميساج يوصل من الروتر أرجوج للPC1 الميساج يوصل إلا صفتنا ميساج من PC0 للروتر F-A-E الميساج لا يوصل لماذا؟ لأن هذا الميساج سيكون هناك غيزو أكثر الذي لا يوجد في الشبكة وهنا لا يوجد هناك غيزو هذا الميساج سنقوم بإمكانك 8888 كما ترون الميساج لا يوجد الميساج لأن الروتر R1 لا يوجد هذا الميساج 8888 سنقوم بإمكانك ونفشي البروتوكول لنرى ما يقوم بقبض نقوم بإمكانك الادرس 8888 الميساج يوصل إلى الروتر R1 وروتر R1 لا يمكنك لا يوجد الميساج على الادرس 8888 في الضغطة ما سنقوم بحرم سنقوم بإمكانك ونقوم بإمكانك بإمكانك إمكانك الميساج لتعدي إلى الميساج من غير 129-160-0-24 أو 169-160-0-30 ما سنقوم بإمكانك سنقوم بإمكانك لنقوم بإمكانك 4 أصفار ونضع الادرس أو لنضع الانتغفاة ننجع البروتر أليس او لن تنتقل البروتر الأمام والأسفل أن نعبر الرعوم مرة سنعب نحن ، ويتم اعتقل نهاية الكثير من الإبرارات من opening لأسفل أن تترى بصفل الرقم بصفل ستكى كم س وماثم بنجمان ان اعتقل البروتر الأمام فقط لدينا الدايس خاصة ذلك البروتر الأمام والمساب سيأتي للمسابقة لأسفل الراتع يكن هناك ريزو الوحوش لم يكن عليك لكن يجب ان اضع الوحوش يمنح حجم بوحوش يخرج من جيجابيت 0.1 عندما يصفى الروتر لانة روثر الروتر الروتر لانات على الثاني في هذه القضية لا يوجد ٢ نجد موحوش هذا ما نشاهده؟ يمكن نصيب الروتر 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 ايضا نصيب الوباء قنا نضع لانتهاء الانتعافة نحن نضع 0.0.0 إذا كنت توجد IP Rout سنجد الضغط Static Par Default نعود نسفت المساج أبغتيغ من PC0 المساج سيصل إلى R1 لا يوجد لا يوجد الانفارمات على هذا الريزو سيقلب على الضغط Static Par Default سيجدها سيقلب المساج للإدرس الانفارمات على موضوع 119-160 سيوصل المساج إلى روتر R سيقلب على هذا الريزو في الضغط Static Par Default لا يوجد إدرس سيقلب على انغوط Static Par Default سيجدها سيقلب المساج أبغتيغ من الانفارة 0-0-0-0 المساج سيوصل للروتر F-A-E الروتر F-A-E لم يكن هناك شيئا وبالتالي لا يوجد التجانب على المساج أتمنى أنكم تكونوا فهمتوا المعنى تلك انغوط Static Par Default لما فهمش ممكن يسول فان كومنتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته